موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبت الصف السادس الأدادي في درس جديد من دروس البث المباشر الذي تقدمه لكم فضائية العراق التربوية درسنا اليوم هو مراجعة لما سبق وبدأنا به في دروس سابقة عن موضوع الاستفهام وقبل أن نبدأ الدرس دعوني أرحب بزميلي وأخي الأستاذ عودة كاظم أهلا وسهلا بك أستاذ عودة أهلا وسهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الطلبة يسرنا اللقاء بكم عبر فضائية العراق التربوية لنقدم لكم درسا في قواعد اللغة العربية تقدمه لكم الست الفاضلة سناء حامد تفضلي سيدتي شكرا لك أستاذ عزائي الطلبة موضوعنا اليوم هو اسلوب الاستفهام وأنت تعلم أن اسلوب الاستفهام هو نوع من أنواع الطلب وتتعدد أساليب الطلب في اللغة العربية وهذا الأمر يتعلق بطلبة الصف السادس الأدبي تعلمون أن أساليب الطلب تتعدد في اللغة فهناك اسلوب طلب أنك تطلب من المقابل القيام بالفعل نقول أن هذا الطلب هو عبارة عن أمر وهناك طلب آخر تطلب من المقابل عدم القيام بالفعل وهذا الطلب هو عبارة عن نهي هناك طلب أن تقوم بطلب معين من المقابل ولكن تقوم بلين ورفق نقول عنه العرض هناك طلب أن تطلب من المقابل القيام بأمر ولكن تطلبه بشدة وقسوة نقول عنه أنه التحضيط يمكنكم المشاركة معنا في هذا البث من خلال الاتصال على رقم الهاتف الموجود في أسفل الشاشة اسلوب الاستفهام عزيز الطالب كما ذكرنا هو نوع من أنواع الطلب وهذا الطلب هو أنك تطلب من المقابل معلومة تجهلها وتنتظر من المقابل أن يعطيك هذه المعلومة ويتم أسلوب الاستفهام كطلب من خلال أداة من أدوات الاستفهام يليها جملة تسمى جملة المستفهم عنه ولا تنسى أن تضع علامة الاستفهام التي يجب أن تكون في نهاية السؤال أسلوب الاستفهام ما هي الأسئلة التي غالباً ما ترد في أسئلة وزارية فيما يتعلق بأسلوب الاستفهام قد يرد هناك سؤال على سبيل المثال ما نوع الاستفهام الوارد في النصوص الآتية أو لأي غرض خرج الاستفهام في النصوص الآتية في البداية عليك أن تعلم أن أدوات الاستفهام أن كلمة أداة بشكل عام نعني بها حرف واسم فأدوات الاستفهام هي عبارة عن حروف وأسماء الحروف هي الهمزة وهل والفرق بين الحرف والاسم أن الحرف ليس له مكان أعرابي وأن الاسم له موقع أعرابي في الجملة هذا من حيث الأدوات نأتي إلى أنواع الاستفهام لاحظ عزيزي الطالب إن الاستفهام بشكل عام هو يكون على نوعين النوع الأول نقول عنه أنه الاستفهام الحقيقي ونعني بالاستفهام الحقيقي هو الاستفهام الذي يراد له جواب بمعنى أنك تنتظر من المقابل أن يجيبك على سؤالك أن تجيبه على سؤالك أو يجيبك على سؤالك أما النوع الثاني فهو الاستفهام الذي نقول عنه الاستفهام المجازي والاستفهام المجازي هو استفهام لا يراد له جواب هذا الاستفهام كما ذكرنا في دروسنا السابقة يخرج إلى معنيين يخرج إلى معنى النفي ويخرج إلى معنى التعجب سيدتي بالإمكان الأدبي هناك الغرف الثالث وهو التمني أحسنت أضاف إلى النفي والتعجب فيما يتعلق بدروس الأدبي أنت تعلم أن هناك موضوع هو التمني والترجي في موضوع التمني هناك اسلوب من أساليب التي تخرج لمعنى التمني يكون فيها هو الاستفهام من الممكن أن يؤطينا مفهوم التمني هذا فيما يتعلق بطلبة الفرء الأدبي أما فيما يتعلق بطلبة الفرء الألمي أو سواء كانوا الأحيائي أو التطبيقي هناك الاستفهام يخرج إلى معنيين المعنى الأول النفي والمعنى الثاني التعجب السؤال الذي من الممكن أن يرد فيما يتعلق بمفهوم الاستفهام المجازي السؤال يكون لأي غرض خرج الاستفهام هذا فيما يتعلق بالمجازي فيكون الجواب إما أن يكون لغرض النفي أو يكون لغرض التعجب أما النوع الثاني من الاستفهام وقلنا عنه أنه الاستفهام الحقيقي وهو الاستفهام الأساسي في موضوع الاستفهام الاستفهام الحقيقي يكون أيضا على نوعين هو إما أن يكون تصديقا أو يكون تصورا نعني بالتصديق التصديق هو أنك تجيب على السائل بنعم أو لا وأدواته هي هل والهمزة فقط أما التصور هو أنك تجيب المقابل بمعلومة يجهلها بمعنى أنك تعين جواب ويكون الاستفهام في هذه الحالة يقول أدواته هي الهمزة مع أم حينما نقول أكتابا قرأت أم مجلة الجواب لا يكون بنعم أو لا جوابك سيكون جوابا محددا أما أن تقول قرأت كتابا أو تقول قرأت مجلة فحينما يكون السؤال أكتابا قرأت أم مجلة الجواب قرأت كتاب في هذه الحالة أنت عينت إذن هذا الاستفهام هو استفهام تصور الهمزة مع أم الاستفهام هو تصور الهمزة لوحدها الاستفهام هو استفهام تصديق في حالات أخرى التصديق من الممكن أن يكون تصديق مثبت ويكون تصديق منفي قلنا في التصديق المثبت أدواته هل والهمزة أما التصديق المنفي فأداته هي الهمزة فقط الهمزة هي الأدات الوحيدة التي يأتي بعدها أدات من أدوات النفي ويكون السؤال فيها منفيا طريقة الإجابة أستاذ عودة على السؤال إن كان مثبتا أو منفيا هل تختلف؟ لا يعني إذا كانت جملة منفية والاستفهام يبقى مصديق إذا كان الاستفهام ومنفيا تكون الإجابة ببلا أو نعم في حالة الجواب أما من حيث نوع الاجتفهام فهو نعم الإجابة على السؤال إن كان منفيا تكون ببلا إن أردنا أبطال النفي وإن أردنا عدم أبطال النفي نقول نعم زائد أدات النفي الواردة في السؤال نفس الأدات التي وردت في السؤال نأتي إلى الأسئلة التي من الممكن أن ترك فيما يتعلق بأنواع الاستفهام سؤال الأول الذي غالبا ما يقوم في الأسئلة الوزارية ما نوع الاستفهام الوارد في النصوص الآتية؟ لاحظ أمامك أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ما نوع الاستفهام؟ لاحظ استفهمنا بالهمزة لم ترد الأم معها إذن هذا الاستفهام هو استفهام تصديق مثبت وإذا ورد السؤال لأي غرض خرج الاستفهام في النص التالي لأي غرض بمعنى أن الاستفهام هنا مجازي فسيكون قد خرج إلى أحد المعنيين إما أن يكون خرج لمعنى النفي أو خرج لمعنى التعجب البيت القائل لاحظ أمامك من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنمة ماذا تريني سيدتي هنا؟ كيف تلاحظ المعنى؟ من ذا يكافئ زهرة فواحة؟ لا أحد لا أحد يكافئ زهرة فواحة إذن بمعنى أن هذا الاستفهام قد خرج لمعنى النفي وحينما نقول أن الاستفهام خرج هذا يعني أنه لا يعطينا مفهوم الاستفهام خرج إلى معنى آخر إما أن يكون للنفي أو يكون الخرج للتعجب والشطرين فيها استفهام خرج لمعنى النفي هناك سؤال آخر من الممكن أن يرج في الأسئلة الوزارية وغالبا ما يكون موجود ما خصيصة الهمزة هناك خصائص في الهمزة تختلف عن الخصائص في هل أو لا تكون فيها موجودة في هل وهناك تتم لهذا السؤال من الممكن أن نسأل ويقال لنا استبدل هل بالهمزة أن أمكن وإن لم يمكن ذلك أذكر السبب ما هي خصائص الهمزة؟ تحدثنا قبل قليل قلنا الهمزة تأتي في استفهام تصديق المثبت وتأتي في استفهام تصديق المنفي وتأتي في التصور هل لا تأتي إلا أو لا ترج إلا في الاستفهام في التصديق المثبت هذا فرق الهمزة من الممكن أن تحذف هل لا تحذف؟ الهمزة لها الصدارة في الكلام هل ليس لها الصدارة في الكلام والصدارة في الكلام تكون ما أحرف العطف الوا والفا وثمه هذه فرقات بين هل والهمزة إضافة إلى ذلك أن الهمزة من الممكن أن تدخل على أدوات الشرط هل لا تدخل على أدوات الشرط الهمزة من الممكن أن تدخل على أن المشبهة بالفعل هل لا تدخل على أن المشبهة بالفعل إن ورد الاستفهام تصديق مثبت يمكننا في هذه الحالة الاستبدال وإن كان تصديق مثبت والأدات لها الصدارة وردت معها حرف من حروف العطف في هذه الحالة يمكننا الاستبدال وننتبه إلى أننا يجب أن نستبدل مكان حرف العطف لأن هل ليس لها الصدارة مع حروف العطف لاحظ معي هذه الأسئلة قبل هذه الأسئلة سيدتي إذن ما هو وجه الشبه بين هل والهمزة؟ وجه الشبه هو أنهما يردان في التصديق المثبت نحسنتي يستفن بهما تصديقا شرط أن يكون الكلام مثبتا أما بقية الشروط كلها تختلف اختلافات هل وتكون خصيصة أو خصاص للهمزة من الممكن أن ترد أكثر من خصيصة في الجملة الواحدة للهمزة وننتبه إن كان الاستفهام على سبيل المثال تصديق مثبت ورد حرف أطف في هذه الحالة نستبدل أما إن ورد حرف أطف وكان الاستفهام منفيا لا يجوز الاستبدال لاحظ معي هذه النصوص النص الأول أليس الله بكاف عبده؟ ما هي خصيصة الهمزة في هذه الحالة؟ هنا دخلت على الجملة المنفية دخلت على الجملة المنفية أو وردت في سؤال المنفية أو يستفهم بها عن الكلام المنفية هل يمكننا الاستبدال؟ لا يمكننا الاستبدال لماذا؟ لأن هل لا ترد في السؤال المنفي ثانيا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم ما نوع أن هنا؟ ما نوع أن هنا نستبدلها بإذا فنقول إذا في هذه الحالة إذن هذه شرطية إذن الخصيصة للهمزة هنا إنها دخلت على أن الشرطية على أن الشرطية السؤال هل يمكننا استبدال هل بالهمزة في هذا النص الجواب لا يمكننا ذلك لأن هل لا تدخل على أدوات الشرط نأتي إلى النص الآخر قالوا أئنك لأنت يوسف أئنك لاحظ ما هي خصيصة الهمزة هنا الهمزة هنا دخلت على إن المشبه بالفعل وحينما ترد أن مقترنة بالضمير هذا يعني أنها إن المشبه بالفعل لأن الشرطية لا ترتبط بالضمير لا وسيدتي إن الشرطية مخففة هذه شدة إنه يعني على الطالب أن يميز ذلك نعم وفي حال أدم وجود الضمير المتصل بها فمن الممكن أن نستبدلها إذا استقم المعنى فهي بالتأكيد إن الشرطية هنا الخصيصة دخلت دخلت على إن المشبه بالفعل السؤال هل يمكننا استبدال هل بالهمزة؟ الجواب لا يمكننا ذلك لأن هل لا تدخل على إن المشبه بالفعل رابعاً يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار نعم ما هي خصيصة الهمزة هنا؟ هنا تصور الاستفهام استفهام هو استفهام كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ من خلال أم المعادلة موجود أم المعادلة وهذا الأمر يميزها عن الهمزة التي ترد في التصديق الذي يكون تصديقاً مثبتاً شنت فهنا الهمزة وردت في استفهام هو استفهام تصور هل يمكننا الاستبدال؟ لا يمكننا الاستبدال بهل لأن هل لا ترد في التصور في استفهام التصور هذا فيما يتعلق يتعلق بخصيصة الهمزة نأتي إلى سؤال آخر من الأسئلة التي من الممكن أن ترد في الأسئلة الوزارية السؤال يقول ما دلالة اسم الاستفهام وما أعرابه مع ذكر السبب دلالة اسم الاستفهام لكل اسم من أسماء الاستفهام استخدامه ومعناه أنت تعلم أنك حينما تستخدم من أنت تستفهم لها عن العاقل وحينما تستفهم عن متى للزمان أين للمكان هذه الأمور واضحة ننتبه على بعض الأدوات التي يجب أن نركز عليها وهي أي قبل الأي ما ما مثلا على سبيل المثال نعلم أنك تستفهم بها عن غير العاقل ننتبه أنها من الممكن أن ترد للاستفهام عن صفة العاقل فحينما وردت في النص القرآني ما رب العالمين الجواب رب العالمين عظيم نحن هنا أعطينا صفة للعاقل إذن سيدتي عندما يرد بعدما عاقل فهنا السؤال عن صفته صفة العاقل نعم بمعنى أن ما تأتي للاستفهام عن غير العاقل وصفته غير العاقل وصفته إضافة إلى أننا نستفهم بها عن صفة العاقل إذن ماذا يكون الجواب الجواب عندما يأتي بعدها عاقل يأتي بعدها أنها استفهم بها عن صفة العاقل هذه ملاحظة مهمة إضافة إلى ذلك ننتبه على أيان أيان نستفهم بها عن الزمن ولكن أي زمن نستفهم بها عن المستقبل فقط وحينما وردت في النصص القرآنية وردت للاستفهام عن المستقبل المراد تفخيمة وتأظيمة أيان يوم الدين أيان مرساها في هذه الحالة ننتبه الفرق بين متى وبين أيان متى نستفهم بها عن كل الأزمنة ماضي حاضر ومستقبل أما أيان نستفهم بها عن المستقبل فقط الأداة الثالثة التي يجب أن ننتبه إليها أننا ترد للاستفهام عن الزمان والمكان والحال أما في المنهج ما مطلوب مننا في المنهج هو المكان والحال فقط أحسنت نستبدلها بأداة للحال أو للمكان استقام المعنى إذن أننا تدل على المكان أو الحال حسب سيدة الفاضلة حقيقة أن الواردة في القرآن الكريم لها معنيان تكون بمعنى كيف لا سيما إذا ورد بعدها فعل تام أو فعل نقص أما إذا ورد بعدها اسم أو الجار والمجرور يا مريم أننا لك هذا أننا فهنا تكون بمعنى من أين أحسنت بقي لدينا أي وكم أي حسب المضاف إليه الذي يأتي بعدها من الممكن أن نحدث معناها وكم حسب التمييز الذي يأتي بعدها وهناك نوعان من كم هناك كم الخبرية وهناك كم الاستفهام كيف نميز يعني كيف نميز بينهما كم الخبرية التمييز الذي يأتي بعدها هو مجرور أما كم الاستفهامية فتمييزها يكون تمييزا منصوبا منصوبا نعم هذه الأسماء قسمت إلى أربع مجامي حسب معناها وتشترك فيما بينها في المعنى والإعراب المجموعة الأولى هي أسماء الاستفهام التي تدل على الذات أسماء الاستفهام التي تدل على الذات هي من من ذا ما ماذا وأي حينما تكون دالة على العاقل وغير العاقل وكم أيضا حينما تكون دالة على العاقل وغير العاقل المجموعة الثانية التي تدل على الزمان والمكان والمجموعة الثالثة هي التي تدل على الحال والمجموعة الرابعة هي التي تدل على الحدث بمعنى أن هذا السؤال حينما تسأل ما دلالة اسم الاستفهام يكون جوابك ضمن هذه المجامي الأربعة دال على الذات، دال على الزمان والمكان، دال على الحال أو دال على الحدث نأتي إلى إعراب أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام في المجموعة الأولى تشترك كما قلنا فيما بينها في الإعراب ودائما يكون لها خصوصية تميزها عن بقية الأنواع ننتبه أنك في اللغة العربية حينما تقول أو تنطق جملة يجب أن تكون إعرابياً هذه الجملة متكاملة إن كانت تتكون من جملة اسمية فيجب أن يكون المبتدأ موجود والخبر موجود وإن كانت جملة فعلية فيجب أن تكون متكاملة فعل وفاعل إن كان فعلها لازم أو إن كان متعدي فعل وفاعل ومفؤول به لا يجوز أن ننطق بجملة ينقصها شيء من مفرداتها العربية أسلوب الاستفهام أو الجملة الاستفهامية ينطبخ عليها هذا الكلام أنت لديك أداة استفهام يليها جملة مستفهم عنها هذه جملة المستفهم عنه إن كانت متكاملة ليس فيها نقص نعود إلى معنى اسم الاستفهام فإن كان اسم الاستفهام من أسماء الذات يجب أن يكون في هذه الحالة يجب أن يقرب على أنه مبتدأ بمعنى أن المستفهم عنه في هذه الحالة من الممكن أو يجب أن يكون مما يقبل بأن يكون خبر أن يكون خبرا بمعنى أن ما هي أنواع الخبر خبر من الممكن أن يكون مفرد نكرة والخبر يأتي جملة جملة اسمية أو جملة فعلية والخبر يأتي شبه جملة من الجار والمجرور أو شبه جملة ظرفية كل هذه الأنواع إذا وردت بعد اسم الاستفهام الذي يدل على الذات يكون اسم الاستفهام في هذه الحالة يؤرب على أنه مبتدأ وهذه الصورة التي تحدثنا عنها يكون فيها الجملة أو شبه الجملة أو المفرد يؤرب على أنه خبر لاحظ معي الحالة الأولى نقول يؤرب مبتدأ أنت له اسم نكرة نحن لدينا قاعدة تقول المبتدأ في الغالب معرفة والخبر في الغالب نكرة وردت في الجملة أداة استفهام يليها اسم نكرة النكرة يجب أن يكون خبر إذن أين مبتدأه اسم الاستفهام سيكون مبتدأ والملاحظة المهمة أن كل أدوات كل أسماء الاستفهام مبنية باستثناء أي مؤربة ونقصد بالمبنية هو الذي يلتزم بحركة واحدة مهما تغير موقعه العرابي والمؤرب هو الذي تتغير حركته بتغير موقعه العرابي فنقول في أي هنا مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره ما السبب؟ السبب لأنه تلاها اسم نكرة ما هي دلالتها؟ دلت هنا على الذات النص الثاني ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ ما لكم؟ وردت بعد ما التي تدل على الذات ورد شبه جملة شبه الجملة هنا يكون في محل رفع خبر إذن ما ستقرب على أنها مبتدأ من أخلص في عمله؟ الأفعال تكون إما أن تكون أفعال لازمة أو متعدية أو تكون أفعال متعدية بمعنى أن الجملة الفعلية ستختلف أفعالها هناك جملة فعلية فعلها لازم متكاملة بفعل وفاعل وهناك جملة فعلية من فعل متعد تتكون من فعل وفاعل ومفعول به وهناك جملة فعلية من فعل مبني للمجهول ونائب فاعله إضافة إلى ذلك من الممكن أن تكون الجملة هي جملة فعل ناقص واسمه وخبره إن تكون هذه الجملة أو وردت اسم الاستفان في هذه الحالة سيؤرب على أنه مبتدأ لأن الجملة التي بعدها تصلح أن تكون خبرا كما وردت في هذه النصوص هنا من أخلص في عمله فعل لازم من أنزل الكتاب فعل متعدي استوفى مفعوله ورد مفعوله معه إذن من تعرف في محل رفعه مبتدأ أي المفاخر أمست في منابركم وغيركم عامر فيهن محتكموا أي المفاخر دلت على غير العقل إذن دلت على الذات أمست فعل من الأفعال الناقصة اسمه ضمير مستطر تقديره هي في منابركم شبه جملة في محل نصب خبر أمسا إذن جملة أمسا هنا متكاملة فعل ناقص استوفى خبره إذن أي ستكون مبتدأ مرفوع وهنا تلاها فعل لازم بقيت ملاحظة مهمة إن اسم الذات إن ورد بعدها معرفة تؤرب بوجهين إما أن تكون مبتدأا أو خبر فحينما أسألك على سبيل المثال أقول لك من القادم من اسم استفهام ورد بعدها اسم معرفة الجواب سيكون القادم محمد القادم معرفة محمد معرفة جوابك سيكون بمعرفتين إذن يجب أن يكون أعراب اسم الاستفهام في هذه الحالة مبتدأ أو خبر مقدم أما أن يكون مبتدأ أو خبر هذا فيما يتعلق بأسماء الاستفهام الذات حينما تعرب مبتدأ ما الأوجه الأخرى من الممكن أن تعرب في محل نصب مفؤولا به متى بالتأكيد حينما يرد بعدها جملة متكونة من فعل متعدي لم يستوفي مفؤوله نقص في الجملة المفؤول به من الذي يعوضه تعوضه أداة الاستفهام ومن الممكن أن يؤرب لاحظ في هذا المثال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون تعبدون فعل متعدي تعبدونه فعل متعدي لم يستوفي مفؤوله أين المفؤول به اسم الاستفهام سيكون هو المفؤول به وستكون الجملة مفؤول به يليه فعل وفاعل إذن هذه الجملة متكاملة ليس فيها أي نقص من حيث العرب أما الحالة الأخرى في محل نصب خبر للفعل الناقص تلاها فعل الناقص فعل الناقص لم يستوفي خبره يجب أن تكون الجملة متكاملة فسيكون اسم الاستفهام في محل نصب خبر للفعل الناقص يليه فعل الناقص واسمه لاحظ كانوا ملوكاً سرير الشرق تحتهمه فهل سألوا سرير الشرق ما كانوا ما كانوا كان فعل الناقص الواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كانه أين خبر كان في هذه الحالة ما ستكون هو اسم الاستفهام المبني في محل نصب خبر كانه خبر مقدم ومن الممكن أن يرد مع حروف الجر هذه الملاحظة مهمة إن ما الاستفهامية إن سبقت بحرف جر تحذف الفها للتفريق بينها وبين ما الموصولة ففي هذا النص أما يتسائلون ما هي ما استفهامية في محل جر بحرف جر لأنها سبقت بحرف جر وفي نص الآخر في نص الآخر حينما تكون ما هي ما الموصولة عفا الله أما سلف عفا الله أما سلف في هذه الحالة الألف ستكون موجودة ولا تحذف فالما ستكون في هذه الحالة موصولة ومن الممكن أن يكون في محل جر بالإضافة إذا سبقت باسم نكرة نأتي إلى النوع الآخر من أنواع اسماء الاستفهام وهي اسماء الاستفهام التي تدل على الزمان والمكان أنت تعلم أن الظرف إن كان للزمان أو للمكان يؤرب على أنه مفعولا فيه هذه الأسماء أسماء الاستفهام التي تأتي بمعنى الزمان والمكان هذه الأسماء تنوب عن الظرف في جملتها ولكن في حالات محددة إن ورد بعدها في الحالة الأولى إن ورد بعدها فعل تام والأفعال تنقسم إلى نوعين أفعال تامة وأفعال ناقصة نعني بالفعل التام عزيز الطالب هو الفعل الذي يرفع فاعل أما الفعل الناقص هو الفعل الذي يدخل على الجملة الإسمية يرفع الأول إسم وهو ينصب الثاني خبرا له يعني كانوا أخواتها بالضبط كانوا أخواتها لماذا سميت ناقصة؟ لأنها لا ترفع فاعل تدخل على المبتدأ والخبر ترفع الأول إسم لها وتنصب الثاني خبرا لها في جملة الأسماء الدالة على الزمان والمكان إن تلا هذه الأسماء أي فعل من الأفعال التامة هذه الأسماء ستقرف على أنها في محل نصب مفعولا فيه في محل نصب مفعول فيه إذا تلاها فعل تام وإن تلاها فعل ناقص استوفى خبره أيضا تعرف في محل نصب مفعولا فيه وإن تلاها جملة اسمية تامة بمعنى إن ورد بعدها معنا تام في هذه الحالة نعود إلى معناها هي أسماء دلت على الزمان والمكان إذن سيكون أقرابها في محل نصب مفعولا فيه أضف إلى ذلك هذا في حال أن الجملة هي متكاملة إن ورد بعدها اسم معرفة وننتبه إلى هذه الملاحظة المعرفة التي تأتي بعد إسماء الاستفهام التي تدل على الزمان والمكان يجب أن تكون هذه المعرفة مستفهم عنه يعني في بعض الأحيان ترد مثلا على سبيل المثال إن وردت بعدها جملة اسمية تامة أقول لك على سبيل المثال متى الطلاب مجتمعون متى الطلاب مجتمعون لو أخذنا كلمة الطلاب على أنها معرفة وقلنا أنها هي المستفهم عنها هل يمكننا أن نقول متى الطلاب؟ هل يكتمل المعنى؟ لا يكتمل المعنى لأن الطلاب ليست المستفهم عنه المستفهم عنه هو الجملة كلها الطلاب مجتمعون هذه ملاحظة مهمة ولكن لو قلت لك متى معادنا متى اللقاء والمعاد من الممكن أن نستفهم عنها بمتى في هذه الحالة سيكون تلاها اسم المعرفة وستعرب اسم الاستفام على أنه خبر للمبتدأ الذي يليه الذي هو المعرفة أما الحالة الأخرى من الممكن أن يكون في محل نصب خبر لفعل ناقص متى انت له فعل ناقص لم يستوفي خبره لاحظ أين صرتم أين صرتم صار من الأفعال الناقصة لم يرد خبرها معها إذن في هذه الحالة ستكون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص ومن الممكن أيضا أن تجر بحرف الجر نقول بمن يثق الإنسان ومن أين للحر الكريم صحابه من أين من حرف الجر أين اسم استفهام مبني في محل جر بحرف الجر وننتبه أن أسماء الذات تجر بحرف الجر وأسماء الزمان والمكان أيضا تجر بحرف الجر ما عدا كيف كيف التي تدل الحال أيان هذه لا تسمح في حرف الجر إذن في هذه الحالة ننتبه إلى أن حالات الجر تأتي في أسماء الذات وأسماء الزمان والمكان نأتي إلى النوء الآخر وهي أسماء الاستفهام التي تدل على الحال إن تلاتة جملة متكاملة نعود إلى معنى اسم الاستفهام اسم الاستفهام إذا دل على الحال يكون في محل نصب حال أما إن تلاها فعل على سبيل المثال من الأفعال التي تنصب مفعولين وفقد مفعوله الثاني اسم الاستفهام سيعوضه حتى وإن كان الفعل تام أضف إلى ذلك أن تكون في محل نصب خبر للفعل الناقص متى يكون ذلك إذا تلاها فعل الناقص لم يستوفي خبره على سبيل المثال كيف كان عذابي لاحظ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي كان عذابي لم يرد خبر كان في الجملة إذن كيف ستكون في محل نصب خبر للفعل الناقص لأنه تلاها فعل الناقص لم يستوفي خبره ومن الممكن أن تكون في محل رفع خبر إذا تلاها معرفة وننتبه إن أسماء الذات فقط إذا تلاها معرفة تؤرب بوجهين أما أسماء الزمان والمكان وأسماء الحال تؤرب بصورة واحدة إنها تؤرب في محل رفع خبر مقدم بقي لدينا فقط أسماء الاستفهام الدالة على الحدث واسم الاستفهام الذي يدل على الحدث هو فقط أي وكم بشروط بشروط ما هي هذه الشروط؟ أن يليها مصدر مشتق مشتق من فعل والفعل ورد أيضا في الجملة أنت تعلم أزيزي الطالب إن المفعول المطلق هو اسم مشتق من نفس لفظ الفعل نقول قاتله قتالا جاهده جهادا أسماء الاستفهام أي وكم يرد بعدها أي يرد بعدها مضاف إليه كم يرد بعدها تمييز منصوب إن كانت بعد أي وكم المضاف إليه مصدر يليه فعل من نفس المصدر يؤرب أي في هذه الحالة في محلي يكون مفعول المطلق أي ترحيب رحبت بهم لاحظ ترحيب مضاف إليه مجرور هذه المفردة هي مصدر للفعل رحبته مصدر للفعل إذن هناك مفعول مطلق في الجملة لكن لا يمكننا أن نعرب ترحيب على أنه مفعول مطلق لأنها يجب أن تعرب مضاف إليه إذن أي ستكون هي مفعول مطلق نائب عن من نائب عن المصدر بمعنى أننا هناك كلمة ترحيب نابت أي نابت عن كلمة ترحيب في إعرابها لأنها مفعول مطلق كم نفس الحالة كم ترحيبا رحبت بهم ترحيبا يجب أن نعربها تمييز هنا ولكن لو رأيت الجملة ستجد أنك تشم فيها رائحة المفعول مطلق مصدر وفعله ترحيب يجب أن تقرب تمييز منصوب إذن كم ستكون هي في محل نصبي مفعول مطلق هذا مختصر ملخص سريع لإعراب أسماء الاستفهام السؤال الذي من الممكن أن يردنا يقول ما دلالة اسم الاستفهام ما أعرابه أذكر السبب دلالة اسم الاستفهام نعود إلى معانيها أعرابه نعتمد على ما ذكرناها في طريقة الإعراب ونذكر السبب هذا ما يمكننا أن نقوله في هذا الموضوع هل لديك إضافة أخرى أستاذ عودة؟ لا سيدتي أحسنتي قدمت ما فيه الكفاية بارك الله فيك شكرا لك أستاذ عودة أعزائي الطلبة أتمنى أن أكون قد لخصت لكم الموضوع بطريقة تستطيعون الاستفادة منها في مراجعتكم هناك اختبار إلكتروني بسيط سيضاف رابطه على بعد هذا البث المباشر حاولوا المشاركة في هذا الاختبار الإلكتروني وشكرا لكم وشكرا لإصغائكم ولمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة